هو صراحة لم تعرض الصين نفسها لتلعب دور الوسيط إيران طلبت من الصين وبدأ التسريب يوم أمس إيران طلبت من الصين مباشرة التوسط لها سواء مع البعض السعودية ومع دول الخليج ومعاليات المتحدة الأمريكية فإيران لجأت إلى دور الوساطة وهي أرسلت أيضا مراسيل وهناك جولة نعرفها للرئيس الروحاني في الكويت وعمان لمحاولة التهدية ولمحاولة فتح صفحة جديدة وسبق للسعودية أن استقبلت الرئيس أحمد دينجاد في المؤتمر الإسلامي في مكة وعلى أن يكون هناك فتح صفحة جديدة ولكن للأسف كانت إيران تصديف قيادات تنظيم القاعدة الذين خططوا السدافة السعودية ومنهم سيف العدل وأحمد المغسل وغيرهم من منهم على قائمة المطلوبين في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن السعودية تدعي هذا الكلام من فجأة ولكن كانوا يخطوا العمالة الارهابية وفي نفس الوقت كان رئيس الإيراني موجود في السعودية لفتح صفحة جديدة اليوم نتحدث عن أن إيران هي منبادرة بطلب وساطة أنا أعتقد أن السعودية ودول الخليج سترحب بأي وساطة وستفتح صفحة جديدة مع إيران شرط أن تخرج إيران من اليمن وأن تبتعد عن سوريا وأن تبتعد عن الدول العربية واحتلالها لكثير من البلدان ومواصلة سياساتها التدميرية وتصدير ثورتها إلى الدول العربية اشتركوا في القناة